أهلا بكم من جديد في ضوء التحديات التي يواجهها العالم من الأساليب الاحتيالية يأتي اليوم مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2023 بدبي والذي تستضيفه الإمارات برعاية وزارة المالية بمشاركة أكثر من 300 خبير ومتخصص في مكافحة الاحتيال بهدف الوقوف على أحدث التوجهات والتقنيات المتبعة للحد من مخاطر الاحتيال الزميل حميد الزعابي معه التفاصيل لطالما كانت الممارسات الاحتيالية بكل أشكالها الهاجس الذي يؤرق الكثير منها وفي هذا العصر ومع التطورات التكنولوجية تعددت وتنوعت الطرق الاحتيالية وباتت الحكومات في مختلف دول العالم تعمل على بناء جدار منيع يتصدى لمثل هذه الممارسات تكمن همية هذا المؤتمر أنه يحتضن خبراء والمختصين بالاحتيال بشكل عام في دولة الإمارات خصوصا وفي منطقة عموما في شرق الأوسط يعطينا الفرصة لنتعرف على بعض والتبادل الخبرات والآراء وبشكل عام هذا يوفر احتضان لهذا المجال في دولة الإمارات وفي شرق الأوسط يتكلم على التطورات في مكافحة الاحتيال بشكل عالمي وإش الأهم الإجراءات اللي ممكن الشخص يتخذها لمكافحة الاحتيال وهالسنة كان السيشن أكثر على التكنولوجي الموجودة لأن التطورات في التقنية أثرت على مكافحة الاحتيال يعني بشكل في العالم وذكروا اليوم في المؤتمر برضو عن آثارها بعد أزمة كورونا وكيف أثرت على الطرق الجديدة للاحتيال إذن التقدم التكنولوجي السريع والانتشار الكبير للمبادرات الرقمية أدى إلى خلق أدوات جديدة تساعد المحتالين على إيجاد ثغرات أمنية وهذا يتطلب من الجميع إلى تكاتف الجهود في سبيل الوصول إلى مناخ آمن حكينا بالمؤتمر عن عدة مواضيع العلاقة بالاحتيال بالقطاع المالي الاحتيال المتعلق بالقطاع البنوك والاحتيال الحالي اللي عم يصير عن طريق السايبر كريمز والمؤتمر فيه عدة متحدثين من كل أنحاء العالم وعم أركزوا على موضوع كتير مهم أنه حالياً المؤسسات مو بس مفروض تحط أنظمة رقابة داخلية اللي تمنع عمليات الاحتيال من اللي تصير بدنا نقدر نحن نتوقع شو هي عمليات الاحتيال المتوقعة بالمستقبل ونقدر نمنع حدوثها من الأصل سرعة تغييرات اللي صغيرة تتطلب من أن نحن كخبرة مكافحة الاحتيال بشكل عام بدنا نرتقي بمعرفتنا وفهمنا لهذه التكنولوجيا وآثارها على الاحتيال ومكافحة الاحتيال أخيراً الإمارات حرصت كل الحرص منذ تأسيسها على أن تكون مركزاً عالمياً رائداً للأعمال ومضت قدماً في وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتحفيز الأعمال لتكون اليوم من أكثر الدول تطوراً في مكافحة عمليات الاحتيال الشغل الشاغل في هذا التجمع الذي يشهد حضوراً لافتاً من مختلف دول العالم هو الوقوف على أفضل الممارسات المتبعة للتصدي للعمليات الاحتيالية بكل أشكالها خاصةً وأنها باتت اليوم خطراً يتربص بالعديد من القطاعات على المستوى الحكومي أو الخاص أو حتى على صعيد الأفراد كان معكم لنشرة أخبار الإمارات من إمارة دبي حميد الزعابي